الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي على اللي توضى كده من ملها أمسى الله الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأصهر الله الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يهل الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا مشاهدين في كل مكان نلتقي بكم في حلقة مميزة حلقة ماتعة مع علم من أعلامنا أعلام علماء أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ الدكتور الغني عن التعريف فضيلة الدكتور الشيخ سعيد فودة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أهلا بكم وشكرا لكم على هذا اللقاء نحن في هذا اللقاء فضيلة الدكتور لدينا أسئلة والسفسارات عديدة تطرح وتثار دائما وأنتم خير من يجيبنا جوابا كافيا شافيا عن هذه الأسئلة إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على بيان الحق على الأقل حسب ما نعتقد ومن البداية نقول دائما بيان المسائل لا يعتمد على النواية البحث في المسائل يكون بمعزل عن النواية هذا دائما وهذا نوع من الخلط في الحقيقة حصل كثيرا وقع كثيرا في هذا الزمان أنه دائما عندما ننقد إنسانا أو نعلق على إنسان يقولون نيته حسنا يا شيخ الكلام ليس في النواية الكلام في الضبط الألفاظ نواية عند الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل إنسان صادق بحسب نيته لكن نحن مكلفون بحسب الظاهر النية ليست ظاهرة لنا نحن الظاهر لنا هو الكلام فنحن وأنا أطلب من جميع العلماء والباحثين والمهتمين وطلاب العلم لا يدخلوا النواية في هذا الأمر إلا إذا دل عليها دليل ظاهر لكن يجب عليهم أن يتقيدوا بماذا بمقتضى الكلام ودلالاته بحسب القواعد المعروفة فقط وعلى من أخطأ يقول أنا أخطأت على من تبين له إنه إذا كان قد صدر عنه كلام خلاف نيته يعني هذا الكلام يكون خلاف نيته يقول والله أنا أخطأت في التعبير أردت كذا وكذا وانتهى الكلام والله سبحانه وتعالى هذا من البداية يعني ما شاء الله أنا أردت أن أخوه من البداية ما شاء الله مقدمة قوية إذن والله نحن سننتظر في هذا المرنامج وهذا اللقاء معلومات إن شاء الله مفيدة جدا إن شاء الله فضيلة الدكتور أنتم شاركتم في المؤتمر الإسلامي العالمي لعلماء المسلمين والذي عقد مؤخرا في الشيشان في بيان من هم أهل السنة والجماعة عقيدة وفقها وتزكية وتصوفا سلوكا بداية ما رأيكم بهذا المؤتمر من حيث الاستعدادات والتجهيزات التي بذلت هنا في الشيشان ومن حيث مستوى الضيوف الذين شاركوا في هذا المؤتمر وبرأيكم ما هي الرسالة التي يوجهها هذا المؤتمر إلى العالم أجمع أن تحتضن الشيشان هكذا مؤتمر عالمي يحضره من شاهدتم من كبار الضيوف أولا حق كل من أسدى عملا حسنا أن يشكر فنحن نشكر هذا البلد والقائمين عليها نشكر رئيس هذا البلد نشكر جميع الهيئة الإدارية والترتيبية والتنظيمية التي قامت على إدارة شؤون هذا المؤتمر وأتعب أنفسهم في الترتيبات والتنظيمات والمتابعات ونحو ذلك هذا فعلا جهد عظيم جدا خصوصا في مثل هذه البلاد بعد نهوضها من مقاتلات ومشاجرات ونحو ذلك وهذا للأسف الأمر لم تزل كثير من الدول عالقة فيه فأنا في نظري أي مؤتمر يدعو لمناقشة مسألة علمية سواء كان في الشرق أو في الغرب في الشمال أو في الجنوب بإذن الله إذا لم تكمم أفواه العلماء وإذا لم يطلب منهم مسبقا أمر ما أن يترك لهم الحرية وهذا ما شعرنا به ليس ما شعرنا به لم نشعر بخلافه أصلا بل أعتقد أن أنا شخصيا لا أرضى أن يكمم فمي أحد ولا أن يطلب مني أحد أن أقول شيئا لا أعتقده وهذا الظن بسائر العلماء والمشايخ وهذا أيضا من ضمن ما قلته في المؤتمر أرجوكم قلت لهم أرجوكم لا تجعلوا قراءكم مقيدة بالسياسة دعوا السياسة يختارون ما يريدونهم مسؤولون أمام ربهم لكن نحن من أهل العلم من العلماء من الباحثين نقول ما نعتقد أنه الحق أطبنا أو أخطأنا فأعتقد إذا نظرنا إلى المؤتمر بهذه النظرة لا يصح لأي واحد يبحث في العلوم الشرعية أن يقول لماذا عقد هذا المؤتمر أو إن هذا المؤتمر سيء أو فيه سلبيات سلبياته تكون إذا كانت البحوث المقدمة فيه سيئة أو الأراء التي ذكرت فيه غير منقحة أو أنه لم تحدث فيه مناقشات كافية والكمال ليس موجودا في أي مؤتمر من المؤتمرات فأعتقد أن بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المؤتمر سيكون له بصمة وأثر كبير جدا في هذه البلاد وغيرها من البلاد وهو الآن على فكرة قبل أن ينشر وقبل أن تنشر مقالاته ومحاضراته كثير من الناس مهتمون بمعرفة تفاصيل هذا المؤتمر وأنا أرجو أن يتم نشر جميع ما دار في هذا المؤتمر ليطلع عليه الناس فهذه أعظم الفوائد لإقامة المؤتمرات خصوصا إذا كان عنوان هذا المؤتمر هو البحث في مسألة عظيمة مثل هذه المسألة من هم أهل السنة والجماعة كثير من الناس سيد الكريم يقولون هذه مسائل قد عفى عليها الزمن واندثرت وأنتم تعيدون إحياء ما مات في الحقيقة هذا هو الذي يغيب في خارج التاريخ المسلمون عندما يتكلمون عن أهل السنة والجماعة يتكلمون في الحقيقة عن مسألة ما هي من هو المصيب في فهم الإسلام ومن هو المخطئ في فهم الإسلام باختصار هذا هو المقصود من أهل السنة والجماعة نحن نعتقد أن لقب أهل السنة والجماعة يطلق على العلماء والفضلاء عبر التاريخ الإسلامي في مختلف الأمكنة والأزمنة الذين امتلكوا المنهج الأصح والأصوب بحسب الطاقة البشرية لفهم الإسلام فإذا كان المؤتمر قد عقد لبيان من هم هؤلاء العلماء ولماذا نقول إن غيرهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بهذا المفهوم لا معنى لأهل السنة والجماعة إجمالا من دون الدخول في التفاصيل والتحريرات العلمية إلا هذا من هم الذين عندهم القدرة الأصوب والأكمل والأصح والأقرب إلى ما يريده الإسلام في نفسه على بيان معاني الإسلام من هم أعتقد أن أحدا لن يستطيع أن يقول إنه إذا بحث في هذا الموضوع بهذه الحيثية أن هذا البحث غير صحيح أو غير ملائم هذا لن يزال ملائما إلى قيام الساعة لأن البحث في من هم أهل السنة والجماعة بهذا المفهوم هو بحث في حقيقة الإسلام لا أفرق بين البحث في أهل السنة والجماعة وبين البحث في ما هو الإسلام أبدا فنحن نقول الإسلام مثلا يأمر بالصلاة بعض الفرق الآن أو بعض الناس الذين يطلقون على أنفسهم أنهم مفكرون يقولون لا معنى للصلاة في هذا الزمان لأن المقصود من الصلاة مثلا وقد قرأت أكثر من كتاب بهذا المعنى للأسف يعني هي فقط المحبة تريد مننا أن تعلمنا المحبة للخلق وأنا أحب الخلق فلماذا أصلي هذا فهم مغلوط هذا فهم منحرف عن الإسلام فإذا أردنا أن نقول لا إن هذا الفهم غير منتسب لأهل السنة والجماعة بالضبط هذا المعنى يساوي أن هذا الفهم غير مساوي لما يريده الإسلام باختصار فبيان من هم أهل السنة والجماعة هو في الحقيقة بحث عن من هم العلماء أو الطائفة التي هي أقرب الناس بحسب الطاقة البشرية إلى فهم الإسلام هذا مبحث عظيم وأدوى الله سبحانه وتعالى أن نكون قد اقتربنا أو قاربنا أو بينا بعض الجهات في هذا المؤتمر من هذا المطلب العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم رزاكم الله خيرا بالفعل اهتمام من قطع النظير كما رأيتم فضيلة الدكتور الضيوف جاءوا من مختلف الدول وأنا سئلت أيضا اللجنة المنظمة المؤتمر سئلنا أن نرسل الأبحاث وأن نرسل توصيات المؤتمر ونتاج المؤتمر وهذا إن شاء الله ما سنفعله حتى يعمى الفائدة وأن نفعل الجميع إن شاء الله الآن فضيلة الدكتور سندخل معكم إلى تخصصكم إن شاء الله ومن فضلكم نريد أن نبين من هو الإمام أبو الحسن الأشعري ومن هم الأشاعرة باختصار طبعا باختصار لأنه أنا تكلمت شيئا حول هذا الموضوع تكلمت في شيء من المعاني حول هذا الموضوع وإن شاء الله سينشر البحث والإمام الأشعري في الحقيقة غني عن التعريف حتى الذين يخالفونه ويبدعونه هم أعرف به من غيرهم فالإمام أبو الحسن الأشعري في الحقيقة عندما نتكلم عليه هو عبارة عن واحد من العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لحمل راية أهل السنة والجماعة معنى أهل السنة والجماعة لحمل وإظهار والدفاع عن المنهج الأصح في فهم الإسلام عبر القرون هذا هو كيف نقول إن الإمام الشافعي مثلا وفقه الله سبحانه وتعالى للكشف عن قواعد علم أصول الفقه قواعد علم أصول الفقه موجودة وكان يستخدمها العلماء من قبل الشافعي وبعد الشافعي لكن الله سبحانه وتعالى وفق هذا الإمام العظيم للكشف والتنظير والتنظيم لقواعد هذا الفن ورسمها وخطها ثم إرسائلها إلى العلماء فما إن اطلع العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي حتى قالوا هذا هو الذي نجده في أنفسنا أو أغلبوه كذلك خالفوه في بعض المسائل عارضوه فيما قيدوا بعض ما أطلق خصصوا بعض ما إلى آخره لكن قالوا بارك الله فيك على هذا النظم وعلى هذا الرسم لهذه العلوم التي كنا نجدها في أنفسنا ولم نكتبها ولم نخطها الإمام الأشعري هذا ما فعله هو استمرار لحلقة من حلقات أهل السنة والجماعة بهذا المفهوم أهل السنة والجماعة لم تظهر في زمن الإمام الأشعري هي من قبله ومن بعده قبله كان علماء كثر من أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أهل السنة والجماعة وهو رئيس أهل السنة والجماعة بهذا المعنى الذي نقرره الصحابة وعلماء الصحابة هم من علماء أهل السنة والجماعة بهذا المعنى التابعون وتابعوا التابعين حتى بدأ يظهر كبار العلماء من الأئمة المشهورين الذين نعرفهم الإمام أبو حنيفة هو إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة من قبل الإمام الأشعري الإمام أبو حنيفة له عدة كتب في العقيدة منها الفقه الأكبر وإن كان هناك نزاع في نسبته لكن لا شك في صواب وسداد كثير كل ما فيه على الأقل مخرج على مذهب الإمام أبي حنيفة وله عدة كتب ورسائل أخرى لذلك الإمام أبو منصور الماتوريدي اعتمد على هذه الكتب في تأصيل وتنظير وبيان مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه أما الإمام الأشعري فهو كما قلت لك عندما كان يدرس ويلاحظ اختلاف الفرق تعمق في الاعتزال وكان يعتقد في بداية حياته أن المعتزلة هم أهل الحق والمعتزلة على فكرة عندما نقول أنهم من المبتدعة لا نخرجهم من الإسلام ولا نقول أنهم من الجهلة بعض كبار علماء الإسلام في علم أصول الفقه وفي علم التفسير هم من المعتزلة بل في علم البيان وفي علم اللغة وفي النحو المعتزلة كما قال الإمام تقي الدين السبكي عن الأشاعر والمعتزلة وهذان فرسارها يعني ما زال يستبقان المعتزلة والأشاعر بناء على ماذا؟ بناء على أنه حتى وإن خطأنا المعتزلة أننا نحترمهم لعلومهم ومعارفهم ولكننا نخطئهم فيما أخطأوا فيه فالإمام الأشعري اختبر مذهب الاعتزال ثم تبين له انحراف هذا المذهب فرد عليه ورد على مشايخه الذين درس عليهم بعض الحمقى والجهل يقولون هذا يرد على مشايخه هذا خيانة للشيخ الخيانة للشيخ أن ترى الشيخة قد أخطأ وتسكت عليه تسكت عنه تقول لا أريد أن أرد لألا يزعل علي الشيخ لألا يغضب علي الشيخ لا بالعكس الواجب الشرعي في حق الطالب العلم إذا رأى شيخه مخطئا أن يقول له يا مولانا يا شيخنا هذا خطأ ويسأله مرة تلو المرأة فإذا تنبه تنبه إذا لم يتنبه للطالب الحق بل على الطالب أن يخالف شيخه فهذا ما فعله الإمام الأشعري خصوصا في مسألة عظيمة في مساء أصول الدين نتكلم عن أصول الدين ثم بعد ذلك بعد أن تبين له خطأ المعتزلة صار يرد عليهم على سائر الفرق الإسلامية والذي ميز الأشعري هو خبرته التامة في معرفة تفاصيل أراء المذاهب الإسلاميين وغير الإسلاميين قاطبة فكان من أعلم المعتزلة في ذلك الزمان حتى إن شيخه هو من هو أبو علي الجبائي كان ينيبه عنه في المناظرات وهو منتسب إلى الأشاعر ويدرس عندما كان من أعلام المعتزلة كان من أعلام المعتزلة فبعد ذلك لما بين حقيقة اعتقاده وتصويباته لأراء المعتزلة وردوده بين ذلك كله عرض ذلك على علماء الأرض علماء المسلمين في الأرض فأهل السنة تابعوه ووفقوه وشدوا على يديه قالوا له هذا بالضبط هو ما نعتقد به فلقدرة لعظيم قدرة الإمام الأشعري في بيان مثل هذه المسائل والمناظرة عنها والرد على الخصوم اتبعه الناس لأن هذا المطلب وهذا الفعل العظيم وهو المناظرة والرد لا يمكن أن يتصد له إلا بعض العلماء كثير من العلماء بارعون في التدريس كثير من العلماء بارعون في الوعظ والقصص وهذه كلها من مطالب الدين لكن الأقلون هم البارعون في المناظرات والمجادلات هذه المرتبة هي لأئمة الدين والمناظرين والنظار والكبراء من العلماء هذا هو الإمام الأشعري ثم بعد ذلك درس عليه كثير من العلماء العظام مثل بندار وابن مجاهد وأنتجوا تلامذ عظام من علماء الأمة الإسلامية الإمام الباقلاني والإمام ابن فورك والإسفرايني والغزالي والرازي والجويني ولو مكثت أعدد لك أسماء العلماء لن أنتهي منهان إلى عشرين ساعة ونحن نعدد فقط في الأسماء أنا عندي هنا من فضلكم فضلك الدكتور مداخلة بعض من يتكلم في علم العقيدة والكلام أنا فهمت من كلامكم أن الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا وثم تحول عن هذا المذهب وعرض مذهبه على علماء الأرض وقبله بعضهم من يضيف مرحلة ثالثة في حياة الإمام الأشعري بأنه بعد هذه المرحلة الثانية التي ذكرتموها أيضا تخلى عن بعض أفكار ما هي شبهتهم؟ شبهتهم هي ما علق في رفوثهم هم لا يوجد لهم متعلق من كتب الإمام الأشعري على ذلك الإمام الأشعري مر بطورين الطور الأول هو انتسابه للمعتزلة وهذا ثابت وإن شكك فيه بعض العلماء أو احتمل الشك فيه لكن هذا فلنقل إنه ثابت هذه ثابتة بالإجماع فلنقل يعني اتفق المسلمون عليها ثم الثابت أيضا بالإجماع أن الإمام الأشعري تبرأ من الاعتزال ورد عليهم الآن يدعي بعض وانتسب إلى مذهب أهل السنة وصار ينصر مذهب أهل السنة بالمعنى الذي ذكرناه حتى إنه في نصرته لمذهب أهل السنة هو قال أنا أنصر عقائد الإمام أحمد بن حنبل أصلا لكن الإمام أحمد لم يكن يتبع طريقة النظر والتحليل والردود والنقود كان يقتصر على ما ورد وهذا هو ما يميز الإمام الأشعري عن الإمام أحمد بن حنبل وإلا فالعقيدة واحدة وليس من قبيل السياسة كان يقول الأشعري إن اعتقادي هو مطابق ومساوى لمذهب الإمام أحمد لكن طريقته مخالفة مخالفة يعني مغايرة لأن الإمام أحمد كان يقتصر على النص وكان يقتصر على بعض الاستدلالات المجملة تبعا لمذهبه الذي اختاره سواء في الفقه وفي الحديث وكذلك في علم التوحيد فالذي ميز الإمام الأشعري هو أن ما ذكره الإمام أحمد ومن قبله العلماء الإمام أحمد ليس هو الإمام الوحيد من علماء أهل السنة والجماعة بل الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه أعظم مكانة من الإمام أحمد في الفقه وفي العقائد لكن أيضا نقول مرة أخرى إن ما ميز الإمام الأشعري هو أنه تناول آراء وعقائد أهل السنة ثم نصرها بالحجة والبرهان وبرع في نقد الآخرين الآن هتان المرحلتان سلمتا المرحلة الثالثة التي يدعيها بعض الناس ماذا يقولون يقولون إن الإمام الأشعري مكث على هذا الطور وهو طور الحجاج والمناقشة والمجادلة هي عن مذهب أهل السنة والتنضير لها والتنقير عن معانيها ثم يقولون إنه تراجع عن هذا المذهب إلى أي مذهب تراجع هذه التهمة في الحقيقة أو هذه الدعوة يدعيها بعض الناس الذين هم في الحقيقة أكثر من يدعى هذا الكلام ابن تيمية ابن تيمية في الحقيقة هو يدعي هذا المدعى لماذا؟ لأن الإمام الأشعري لا يستطيع أحد أن يقدح في مكانته لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية فابن تيمية لم يستطع أن يقول أنا أخالف الأشعرية مباشرة لكن لم يستطع أن يتخلص من هذا المأزق إلا أن يقول أنا أوافق الأشعري لكن الأشعري تراجع عن مذهبه طب إلى ماذا تراجع؟ إلى أي مذهب تراجع؟ أنت يبنى تيمية ومن يقول بقولك تقولون أن الله سبحانه وتعالى مثلا له حد ويتصف بالأيدي التي هي منك الأجزاء ويتصف بحلول الحوادث بالذات الإلهية وتقولون بالقدم النوع إلى العالم وتقولون بعقائد كثيرة جدا بالحد والحركة ونحو ذلك الإمام الأشعري ينفي هذا جملة وتفصيلة في كتبه المتقدمة وفي كتبه المتأخرة حتى في كتاب الإبانة الذي يعتمدون عليه ينفي أن تكون يد الله عضوا وجارحة وركنا بصريح العبارة طيب أنت وشراح العقيدة التحوية من المتأخرين مثل ابن بازو وابن عثيمين عندما ترون الإمام التحوي ينزه الله سبحانه وتعالى عن الحدود والجهات الست ينزه الله يقول ليس في جهته وتعالى الله عن الحدود والأعضاء والأركان ولا تحيط به الجهات الست كسائر المتدعات هنا على هذا النص كلكم يحتار كيف يعالج هذا النص لأن هذا النص يخالف أصلا من أصول عقيدتهم تبعا لابن تيمية فكيف يحق لكم أن الإمام الأشعري تقول أن الإمام الأشعري تراجع عن طوره الثاني إلى طور ثالث هو في الحقيقة أنتم تزعمون أنه طور التجسيم والإمام الأشعري ينفيه في جميع أطواره في جميع كتبه إذن لا منشأ لهذه التهمة أبدا أنا أريد أن أضيف شيئا إذا سمحت لي هنا الآن بالإضافة إلى الكتب لا يوجد متمسك لهم في الكتب أبدا عبارة عن ادعاءات وتهويلات كما اعتدنا عليهم عبارة عن إشاعات وقدرة عجيبة جدا على تأليب الناس والإكثار من الضجيج هنا وهناك والقدرة على اختراع المشاكل وتخويف الناس بإعلاء الأصوات ونحو ذلك أنا شخصيا لا أخاف من مثل هذه الأمور لذلك نقول دعنا نفكر في أمر آخر هناك كان الإمام الأشعر تلامذة عظام وتلامذة لتلامذتهم والإمام الأشعر عدم مؤاخذة لم يكن نكرة يعيش في زاوية من زوايا بيته كان يتصدى للمناظرة للمعتزلة المعتزلة كانوا هم قضاة ذلك الزمان يعني كانت الدولة العباسية في ذلك الزمان في منطقة الإمام الأشعر خصوصا في بلاد العراق لا تعين قاضيا إلا معتزليا وكان المعتزلة من كبراء القوم يعني كان من أص من أهل الرئاسة والسيادة المعتزلي القاضي لا يوظف إلا معتزليا ولذلك انتشر في مرحلة من المراحل في تلك البلاد مذهب المعتزلة فإذا الإمام الأشعر لما كان يناقش المعتزلة كان يناقش أهل السيادة الحكومة يعني باختصار يعني هي الدولة الحكومة فالآن بالضبط كيف مثلا الدولة السعودية لا توظف إلا من كان وهابيا هكذا كانت بالضبط الدولة في ذلك الزمان لا توظف إلا معتزليا فإذا كان واحد مثل الإمام الأشعر يتصدى للرد على المعتزلة وهم بهذا الشأن وعلى هذا القدر من العلم والمعرفة ثم كما تزعمون أنتم تراجع عن مذهبه ألم يكن بنا الأحرى أن نسمع من المعتزلة أنفسهم أنهم يفرحون ويبشرون لمثل هذا التراجع ألم يكن يحسن بنا أن نسمع من كثير من المعتزل الذين يتصيدون لأبي الحسن الأشعري يعني هفوة سقطة من سقطات في كلامه أنهم إذا عرفوا أنه تراجع عن هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة في آخر حياته كما يزعو ابن تيمية وصار من المجسمة لما لم نسمع من المعتزلة أنه تراجع لما لم نسمع من الزيدية أنه تراجع لما لم نسمع من الشيعة أنه تراجع ما كل هؤلاء رد عليهم الإمام الأشعري أضيف أمرا آخر لا يوجد في التاريخ شيء مثل ذلك فقط صدرت من طرف معين هو المجسمة أضيف شيئا آخر تلامذة الإمام أبي الحسن الأشعري أنا الآن أدرس ولي طلاب وتلامذة هل تتوقع أني لو مكثت عشرين سنة أو أربعين سنة وأنا أنصر المذهب الأشعري ثم في آخر حياتي كتبت كتابا وتراجعت فيه عن هذا المذهب من هو الأحرى به أن يرد علي وأن يشير إلى مثل هذا التراجع؟ طلابي طلابي ومن يحاول يقولوني يا شيخ أنت ضيعت عمرنا ثم بعد ذلك تتراجع عن هذا المذهب ما هذا الكلام؟ لماذا لم نسمع من أحد من كبرائي ولا من صغراء المذهب الأشعري في حياته ولا بعد حياته أنه تراجع؟ لم يوجد شيء مثل ذلك كذلك بعد زمن الإمام الأشعري اضطردت مثل هذه المقولة لماذا لم نسمع ذلك؟ والإصرار على ذلك إلا من واحد مثل ابن تيمية لأنه يريد إثبات ذلك لغرض فقط الغرض ما هو؟ هو أنه يريد أن يقول أنه أنا هو ابن تيمية لا أخالف الأشعري لكن لا أخالف الأشعري بعد تراجعه الموهوم المزعوم عن مذهب الأشعري هو لم يتراجع بالتالي ابن تيمية يخالف المذهب الأشعري وهذا هو ما تنص عليه جميع كتب ابن تيمية ابن تيمية أعتقد أنه أقل قدرا بكثير من أن يقدر أنه على التصدي لأنه يقول الأشعري أخطأ لأن الأشعري إمام كبير جدا ثم ليس لديه أدلة فلجأ إلى هذا الطريق وللأسف كثير من أتباعه في زمانه وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه تلقفوا هذه المقولة وصاروا يشيعون حتى إن كثيرا من المنتسبين للأشعر صاروا يشكون فعلا أن الأشعرية ربما تراجع فإذا سألناهم كيف تراجع لا يستطيعون أن يحيروا جوابا هي عبارة عن إشاعة فضيلة الدكتور كثيرا ما نسمع من فضيلتكم مصطلحا كلمة ترددونها دائما في محاضراتكم وفي دروسكم التيمية وحتى تبعكم أعداد من المتكلمين ومن يدرسون في علم العقيدة وهكذا فمن تقصدون بالتيمية وهل هناك فرق بين التيمية والوهابية لو تكلمنا بمصطلحات وأسماء هذه الأسماء طبعا نحن نتكلمه هذا الموجود لا إشكل نحن نسمي الأشياء بمصمياتها فهل هناك فرق بين التيمية والوهابية وإذا كان الفرق ما هو هذا الفرق واسمحني أيضا أن أرفقك بهذا السؤال أيضا سؤالا ونحن أيضا نتابعكم فضيلة الدكتور فنلمس فيكم إصرارا وتأكيدا دائما على إخراج الوهابية ودعنا نقول التيمية معهم طبعا من إخراجهم من أهل السنة والجماعة فنريد توضيحا منكم لهذه الاستفسارات هذه الاستفسارات عويصة وأنتم أهل الله إن شاء الله السؤال يمكن أن نصوغه بطريقة أخرى وهو أنه لماذا نصر على عدم التسليم لأتباع ابن تيمية ولمن يسمون أنفسهم بالسلفية بأنهم فعلا سلفية هذا وجه آخر من السؤال أيضا لماذا نصر على أن هؤلاء أيضا المشار إليهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بالمعنى الذي ذكرته آنفا المسألة بكل وضوح أنه يستحيل أن يكون يستحيل أن يكون ابن تيمية من أهل السنة والجماعة في الوقت نفسه الذي نقول أن الأشاعر هم من أهل السنة والجماعة واحد منهم هو المخطئ واحد منهم هو المصيب إذا تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى مثلا ليس كمثله شيء لا يجوز أن يوصف بصفات الحوادث يعني الحوادث هي المخلوقات لا يتصف بصفات حادثة هذا ما نص عليه الإمام التحاوي على فكرة الذين يتشدقون بأن هذه عقيدتهم هم يشرحونها مراوغة ونوعا من السبق كيف السبق الصحفي في بعض القنوات سبق صحفي ففرحوا بشرح ابن أبي العز الحنفي لها ثم تبين لهم أن الإمام التحاوي نفسه يخالف ابن تيمية في مسائل منها كما قلت آنفا نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى نفي الأعضاء والأجزاء بصريح العبارة نفي الحركة نفي كون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات حادثة وذلك في قوله ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته يعني الله سبحانه وتعالى لم يكتسب صفة من صفاته من صفاته بعد أن خلق الخلق الله سبحانه وتعالى لا يستفيد كمالا من مخلوقاته الله سبحانه وتعالى هو الذي يكمل مخلوقاته لا يتوقف كمال الله سبحانه وتعالى على كمال مخلوقاته ولا يطرأ في الله سبحانه وتعالى صفات حادثة لم تكن له من قبل خلقه صفات فإذا كان ابن تيمية مثلا يقول مثلا بالحد والحركة وقيام الحوادث بالذات الإلهية والقدم النوعي للعالم وهذه طبعا مسائل أنا أكتفي بذكر عنوينها هنا وإلا فهي مسائل عويصة دقيقة ولذلك أنا أرجو من كثير من العامة ومن العامة يعني غير المتخصصين غير الدارسين العامة ليس عبارة عن وصف فيه سباب ولا شيء كما نقول إن هناك عامة وخاصة يعني علماء في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الهندسة ونحو ذلك كذلك في العلم الشرعي العلم الشرعي علم جليل شريف ودقيق هناك فيه أناس لا يعلمون وأنه أناس يعلمون بنص القرآن فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون إذن يمكن للعامة للبشر أن لا يعلموا في مسائل الدين فأنا أرجو من عامة الناس الذين ليس لهم ملكة وليس لهم قدرة للتعمق في المسائل أن يكفوا ألسنتهم عن هذا الكلام ويدعوا المنازعة والمشاجرة فأولف النقل المجادلة بين أهل العلم بين الذين يدعون العلم العامي خلي يتفرج خلي يستمتع بهذا ولا يخوض في هذه المسائل لا يخوض براءة لنفسه ولذلك الإمام الغزالي كتب كتابا إلجام العوامي عن علم الكلام علم الكلام ليس فقط عن علم الكلام بل إلجام العوامي عن دقيق الفقه وعن دقيق اللغة هل تتصور واحد عامي يتكلم في مسائل الخلاف بين سيبوايه والكستائي مثلا شو دخلوا أو في دقيق القراءات إلجام العوامي يعني من لا يعلم عن كل شيء لا يعلمه هيك بالضبط المسألة وليست خاصة بعلم الكلام نرجع إلى مصطلح التيمية أنا أصر على تسمية هؤلاء بالتيمية لماذا؟ للسبب الذي ذكرناه أولا أن هذا المذهب الذي يقولون به هو مذهب ابن تيمية وليس مذهب السلف فلنكن صريحين وواضحين نحن عندما نقول نحن ننتسب إلى الإمام الأشعري وندعي أن هذا الإمام الأشعري موافق في عقيدته للصحابة والتابعين وللقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة نحن في الوقت نفسه لا نقول أن الطريقة التي نستدل بها والترتيبات والتنظيرات هي أيضا واردة عن الصحابة لا هذا اجتهاد الأشعري هذا هو اجتهاد لكن ندعي أن خلاصة هذه المذاهب وهذه الأراء والنظرات هي مستقات مستنبطة مجتهد فيها مأخوذة من الكتاب والسنة هذا وصف صحيح تماما لما هو مذهب الأشعر الآن ابن تيمية ما الذي يقوله؟ يقول أنا لا أقول إلا بما قال به الله والرسول هل قال الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالحد؟ هل قال الله بالحركة؟ هل قال الله بحلول الحواذ بهذه الصراحة؟ هل قال الله بذلك؟ هل قال الله سبحانه وتعالى إن كلامه صوت وحرف حادثان صوت وحرف حادثان يقومان بذاته ويقومان ثم يفنيان ثم يخرجان بهذا التفصيل بربكم يعني دعونا من مثل هذه المبالغات دعونا من هذه المهاترات في العلم فلنقول إن هذا هو اعتقادنا يعني إذا أنا لوني أنا كنت من أتباعي بنتيمية لن أقول إن هذا هو ما جاء في الكتاب غسطنة سأقول إن هذا ما أعتقد أنه مدلول الكتاب غسطنة هذا وصف صحيح سيكون وصفا صحيحا لمذهبي هذا سيكون أقرب إلى الصدق أما أن نقول إنه لا يوجد كلمة مما أقولها إلا وهي ثابتة في الكتاب غسطنة هذا نوع من الكذب هذا نوع من الكذب إذن لذلك أنا أقول أنا لا أساوق هؤلاء في تسمية أنفسهم بالسلفية ولا بأهل السنة والجماعة بل أقرر لهم ما هو حق في نفسه وهو أنكم تيمية إيش يعني تيمية؟ تنتسبون إلى مذهب ابن تيمية وليست سبابا بهذا المعنى نحن تيمية ويجب أن يقولوا إن أهل السنة تيمية يعني هيك بالضبط المسألة مش إنه ابن تيمية من أهل السنة لهم يجب أن يدعوا الدعوة الأخرى فلذلك أنا أدعي مثل أصر على إطلاق هذا اللفظ إبرازا للتمايز الحقيقي في نفس الأمر الواقع بين مذهب ابن تيمية وبين السلف أن مذهب ابن تيمية يستحيل أن يكون هو مذهب جميع السلف نعم بعض السلف بعض السلف مجسمة السلف ليس من الصحابة سلف من القرون التي كانت بعض الصحابة كما أن بعض السلف يعني الذين سلفون أو في القرون الثلاثة كانوا قدرية ظهر مذهب القدرية في عهد الصحابة ومعروف رواية الإمام مسلم الذي جاء بعضهم من العراق إلى عبد الله بن عمر وسألوه ماذا تقول فيه من يقول لا قدر والأمر أنف قال أخبروه أني بريء منه شوف الصحابي يتبرأ من هذا هذا مذهب القدرية برز في زمن الصحابة والصحابة ردوا عليه الخوارج برز في عصر الصحابة والصحابة ردوا عليه وهكذا التشيع التشيع برز في عهد الصحابة من الذي قاتل ورد على الشيعة ليس الإمام علي بن أبي طالب والصحابة أنكروا مثل هذه الدعاوة وهكذا فنحن نقول أن مذهب ابن تيمية هو لصيق به وبمن وافقه من المتقدمين من السلف الذين هم قطعا ليسوا من أهل السنة هم قطعا من المجسمة هكذا يجب أن نصف مذهبنا إذا كنا من من مذهب ابن تيمية أو إذا كنا تابعين لابن تيمية أما أن يقول نحن سلفية يعني لا نقول إلا بما قال به السلف هذه الدعوة تحتاج إلى دليل أبدا ليست مسلمة هذا هو السبب الذي من أجله أصر على تسميتهم بهذا وليس سبابا يشهد الله سبحانه وتعالى يعلم الله أنه هذا ليس سبابا وليس قصدا مباشرة للتنقيس من مذهبهم بل هو عدم تسليم مني لما يدعونه وهذا الذي يجب عليهم أنا أعتقد يجب عليهم ديانة أن يقولوا به للناس أما أن يقولوا نحن السلف والسلفيون هذا نوع من التمويه على الناس وهم بارعون في هذا جدا القسم الثاني من السؤال وهو كان عن إسراركم على إخراجهم إسرارنا هو في الحقيقة أعتقد أن هذا تبين مما مضى لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون مثلا بحلول الحوادث بالذات الإلهية لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى بأن استواء الله مثلا هو مماثة للعرش هم يقولون استوى كما أخبر أليس هذا هو الذي ينقله السلفية عن السلف استوى كما أخبر لا كما يخطر في بال البشر أمروها بلا كيف مش هذا هو الذي مر عن السلف نحن نقول بهذا أمروها بلا كيف استوى كما أخبر لا كما يخطر في قلب البشر طب لماذا تقولون استوى بمماسة واستوى في جهة وأن لله سبحانه وتعالى حدا من تحت كما يقول القاضي أبو يعلى كما نقله عنه ابن تيمية وهو موجود في كتاب إبطال التأويلات له وأما ابن تيمية فيقول بل هو محدود من جميع الجهات الست يمين وشمل بهذا التفاصيل وأنا ذكرت هذا في بعض كتبي هذه التفاصيل أين هي موجودة في الكتاب والسنة؟ أين هي موجودة؟ إذن إذا كان أهل السنة يقولون لا يقولون إلا بما قال به الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فأنتم لم تقولوا بما قال به الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنتم زدتم من كيسكم زدتم أشياء قيام الحوادث التصرف الله بنفسه أن يده جل شأنه وعينه هي منه صفات ليست معاني بل هي إلى آخر الكلام الذي في الحقيقة صعب جدا حتى الواحد إنه يذكر وهي ما يقابل في الإنسان ما يسمى في الإنسان جوارح وأعضاء ومثل هذا الهراء الذي يقولون به فلماذا أسر على أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة كما قلت بكل بساطة أهل السنة والجماعة منزهة مثلا هؤلاء ليسوا منزهة واحد منهم أهل السنة والجماعة أما اثنين أهل السنة تصبح في مشكلة عند البشر تصبح في مشكلة تضارب النقيضان لا يجتمعان مستحيل واحد منهم مصيب واحد منهم مخطئ عندما نقول مخطئ مش ضروري بالضبط ليس من الضروري أبدا أن نقول أنه خرج من الإسلام مخطئ المعتزل مخطئ الزيدي مخطئ في بعض مسائله الخارجي الذي يقتلنا ونحاربه مخطئ ولا يجوز لنا حسب المذهب المعتمد عند أكثر العلماء أن نقول أنه كافر بل كما قال كثير من العلماء هم إخواننا بغوا علينا بغوا علينا ولكن نقتلهم أنا بعض المحاضرات كنت ألقي محاضرة فبعض الأحبة سألني كنت أتكلم عن ما يقارب الخوارج ونحو ذلك فقال لي يا شيخ سعيد أليس هؤلاء كفار بقول له ليش كفار ما هو يقتلوننا قلت له كل مسلم قتل مسلم إذن هو كافر لا قد يقتله لشبهة قد يقتله لأنه جاهل أصلا قد يقتله لشهوة قل لي طب يعني إيش نعمل ما الذي نفعله قلت له إذا كان يريد أن يقتلك اقتله اقتله أنت أولى بالحياة منها إذا كان بغير حق اقتله لكن لا تكفر لكن لا تكفر وهذا الذي فعله الإمام علي بن أبي طارب لما بغوا عليه قاتلهم فلأترتب على مقاتلتهم قتلهم ما فيه إشكال هنا كل يبعثوا بحسب والله سبحانه وتعالى يحاسبوا ولا نكفر لا نكفر الأصل أن لا نكفر إلا إذا عارضوا معلومة من الدين بالضرورة أو أن نقضوا كما قال الإمام الطحاوي نقضوا جزءا مما أدخلهم في الإسلام فعندما نقول هؤلاء ليس من أهل السنة عليهم بكل هدوء أعصاب أن يقولوا لنا لماذا تقولون أننا ليس من أهل السنة لماذا تقولون أننا لم نصب الحق لأن أهل السنة أهل السنة معناها أهل الحق لماذا تقولون هم يجب عليهم أن يقولوا هذا لنا لماذا تدعون أننا لسنا من أهل الحق نقول لهم نحن ندعي ذلك لأنكم أخطأتم هنا وفرقتم الفهم الصحيح هنا وهذه من الأصول فأنتم لستم من أهل الحق بكل بساطة فعليهم أن يصير بيننا وبينهم مناقشة مش أنه يصير مقاتلة ومعداء كما هم ينزعون دائما وإلى التشويه والأكاذيب الهائلة التي يلصقونها بالأشاعر لا يجب علينا أن نقول تعالوا نتجادل تعالوا نتحاور حتى نكشف لكم أو تكشفوا لنا هل أصبنا أم أخطأنا لكن للأسف هم لا يفعلون ذلك ومصرون على أن يقاتلوا من وراء وراء نحن نقول لهم تعالوا تعالوا نتحاور لا يريدون أن يتحاوروا تعرف متى يتحاورون مع الناس يتحاورون مع واحد هم شبه متأكدين أنهم سينتصرون عليه فقط لكن مع واحد يمكن ما يكون متخصص يمكن ما يكون عارف يمكن يكون أصلا المسائل مخلوطة في باله ويسجلون له ويذيعون هذه التسجيلات في الشرق والغرب فإذا قلنا لهم تعالوا نتحاور هذا عالم هذا باحث هذا كذا أنا لا أحاور المبتدعة يقولون في هذه الحالة كيف لا تحاور المبتدعة طبما هذا الذي حاورته سابقا مبتدع كيف لا تحاور المبتدعة وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن تحاور اليهود والنصارى والكفرة كلمة سواء لكي نخطو من هذه الكلمة السواء إلى ما هو أعلى منها أي ومش أنه فقط كلمة سواء يعني كلمة سواء يجب أن تكون سواء لاحظ كيف المسألة لا أريد أن أستفيد في مثل هذه المسائل لكن أعتقد أنه مسلكهم في علم التوحيد وفي كثير من المسائل حتى في منهجهم في معاملة المسلمين الآخرين وهذا هو الأخطر خطير جدا هذا خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة أنا أريد أن أضيف شيئا هنا إذا سمحت لي الخوارج المتقدمون وقد يكون لهذا مدخل في السؤال الذي يمكن أشرت إليه في أثناء كلامك الخوارج المتقدمون كان عندهم مسألة يسمها مسألة الامتحان ما هو الامتحان هذا؟ الامتحان أنهم كانوا يوقفون إنسانا أو يسألون أي واحد مش قاضي ولا ولي أمر ولا أستاذ يسأل تلميذه التي هي هذه المواضع وغيرها ونحوها التي يجوز فيها الامتحان من يمتحن؟ الذي يمتحن هو الأستاذ يمتحن تلميذه لأنه عليه حق الولاية والتعليم ولي الأمر كالقاضي مثلا أو غيره من أوليه الأب يمتحن ابنه لكن هل يصح لأي إنسان يمتحن أي إنسان؟ الامتحان بهذا المعنى الخوارج كان يقولون به كانوا يقفون أي إنسان ويسألونه ماذا تقول في من يفعل الكبيرة؟ ماذا تقول في من كذا؟ فإذا قال بمثل مذهبهم أطلقوه وإذا قال بيمتحنونه من دون أي شبهة ويقفونه في الشارع هكذا ويمتحنونه هذا الامتحان أنا أعتقد أن كثيرا من الوهابية الآن والتيمية تلبسوا به يوقفون أي إنسان عام أو عالم ويمتحنونه ويريدون منه فقط أن يجيب بمقتضى مذهبهم فإن لم يجب بدعوه وفاستقوه طب بأي حق تمتحن الناس أنت؟ بأي حق تمتحن الناس؟ الامتحان لا يجوز إلا لطواقف محددة في حالات محددة فهذا الامتحان من علامات الخوارج كان من علامات الخوارج ونحن نراه الآن رجع رجع في هذا الزمان لأنه في عندهم اختلال وفي عندهم انحراف في تصور الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بإيش؟ بالإسلام خلاص الإسلام ما في داعي تجي تحكي له ماذا تقول؟ هل أنت مسلم؟ لماذا أسلم؟ لا يجوز لك أن تنبش عن عقائده خلاص اتركوه وشأنه الرجل الذي جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه؟ قال خمس طلوات في الليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا فذهب هو يعني لا يلوعي قال أفلح إن صدق والله قال لا أفعل غيرها قال أفلح إن صدق حتى لم يقول له تعال بدك تفعل الصلوات السنة والكذا حتى لو لم يفعل هذا ما في عندنا مشكلة فيه لأنه خلاص فعل الواجب عليه لا أنت الآن عند الوهابية والتيمية إذا ما رفعت الإصبع زي ما برفعه بده يكسر لك إصبعك إذا حتى ما لبست الطقية زي ما بلبسوها بده يقاتلك عليها مبتدع إذا البشداشة هذا نوع من التعنط والتحجر والتطرف فعلا هو نوع من التطرف مع أني شخصيا يعلم الله أني لا أحب إطلاق هذه الكلمة أنا أحب المحاورة لكن فعلا حقيقتهم أنهم متطرفون حقيقتهم أنهم متشددون مغالون الألفاظ الشرعية في غلو في نوع من الغلو نحن نريد منهم أن يهدأوا قليلا يهدأوا لأن الهدوء هذا يتيح لهم أن يسمعوا واستماع يتيح لهم إذا كان عندهم خطأ أن يتراجعوا لكن عدم استماع والإصرار على الغلو يؤدي للتعنت خلاص يصموا آذانهم ويعمي عيونهم حتى لا يعودوا يسمعون شيئا وبالتالي تتولد عندهم هذه العجرفة وهذا التكبر والترفع عن الناس أنه مين نفلان حتى أبو حنيفة هل تظن أن أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سلم منهم هم كثير منهم يعتقدوا أنه مبتدع وبعضهم يكفره نعم وبعضهم يكفره لم تسمع في بعض الكتب أنهم قالوا لقد كفر أبو حنيفة أو تاب أبو حنيفة من الكفر مرتين وبعضهم ثلاث مرات وكلام فاضي لا قيمة له نعم أجلس لكم الله خيرا على هذا البيان الآن ننتقل قليلا فضلية الدكتور إلى حال الناس عوام الناس أحيانا يأتيك إنسان بسيط يعني عامي وكما تفضلتم عندما نقول عامي نحن نتنقص من أحد ليس سببا فيأتيك إنسان عامي ويطرح عليك سؤال يا شيخ أنا قرأت في القرآن يد الله الساق الوجه هذا الإنسان العامي كيف نجيب عن هذا كيف نبين له كيف نوضح له هذا المعنى وهو يقول لك هذه آية في القرآن فكيف فكيف نشرح له معنى هذه جميل جدا معنى هذه الآية ومثلها من الآيات طبعا ومثل من الآيات هناك منهجان لم يزالا متبعين عند أهل السنة أهل السنة اتضح مفهوم أهل السنة إما أن نقول له اقرأ هذه الآيات وأمرها كما جاءت وأنت غير مكلف أصلا بمعرفة تفاصيلها حتى تريح حالك وتريحنا لأنه عندما نريد أن نشرح لك تفاصيل هذه المسألة ربما يعسر عليك وأنت أصلا مش فاضي ومش مطلوب منك أن تعرف ليس مطلوب منك أن تعرف تفاصيل هذه الآيات هذا هو مذهب التفويد من أركان الإيمان من صلب أركان الإيمان هذه تفاصيل يختلف فيها العلماء وقد يصعب على كثير من العلماء أن يقولوا قولهم فيها فالمذهب الذي اختاره كثير من المتقدمين والمتأخرين هو أمرها كما جاءت التفويد وأعتقد بما هو الحق عند الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن هذا المعنى الإجمالي يد الله فوق أيديهم التي جاءت في سياق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أو ثم استوى على العرش يدبر الأمر ثم استوى على العرش يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها ثم استوى الرحمن على العرش استوى أمرها كما جاءت وافهم منها المعنى المفهوم أصالة وهو لا يستطيع أحد من المسلمين إنكاره يد الله فوق أيديهم المعنى المفهوم هكذا من السياق والاستباق أن الله معنا خلص انتهى الكلام هذا هو المعنى الذي يجب عليك أن تقتصر عليه لا تخذ فيما وراء ذلك لا تقول هل لله يد؟ هل لها كيف؟ هل هي عضو؟ هل هي جارحة؟ كف لسانك عن هذا ما دام ليس عندك دليل وليس عندنا دليل أو قدر على إفهامك تفاصيل هذا الأمر خلص كف لسانك عن هذا خصوصا أنك من العوام فهذا هو المقصود بمذهب التفويض وليس المقصود من مذهب التفويض كما يشيع أيضا التيمية أننا نؤمن بالآية ونقول ليس لها معنى بالمرة أبدا الآية لها معنى إجمالي نستطيع أن نعلمه ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يشك فيه مثلا ولتصنع على عيني أن الله يعتني بموسى عليه السلام من هو العمي الذي لا يفهم هذا القدر من المعنى هذا القدر من المعنى معلوم معلوم واضح ظاهر لكن ما وراء ذلك تفاصيل خلص كف لسانك عنه دع العلماء يخوضون فيه بعض العلماء أصلا حتى قولوا لا نخوض فيه بعض العلماء الآن الطريقة الثانية أن نلجأ إلى قواعد علمية راسخة ونقول أن هناك أسليب في اللغة مجازات استعارات كنايات أطلقت هذه اليد وأورد بها كمال العناية بالمخلوق نفسه في خلق سيدنا آدم عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ليس من نوع سابق وليس من جنس سابق جعل فيه من الخصائص ما لم يجعلها في غيره ما لم يجعله في غيره ولذلك لما خلقت بيدي معناه لما اعتنيت به عناية خاصة بعض الناس من السداج يقولون هل يلزم من هذا أن الله لم يعتني بخلقه الآخرين لا يا أخي الكريم شوف هذا التسرع ما هو بنقول له اعتنى عناية خاصة بمعنى أو دع فيه خصائص ليست في غيره من الخلائق ولذلك لما خلقته على صفة خاصة يتميز بها عن سائر المخلوقات فلذلك لم ينسب الخلق باليذين إلا لبعض المخلوقات التي فيها فعلا كل استماوة الأرض العرش عناية زالية خصائص معينة فهذا القدر من المعنى أيضا يليق بالعلماء أن يتدبروا فيه وهذا هو الذي يسمى بمذهب التأويل لما خلقت بيد أو يد الله فوق أيديهم المعاونة ما يعني يد الله فوق أيديهم الصحابة عندما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان كيف البيعة البيعة إما أن تكون بالمصافحة وإما أن تكون بالإشارة فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أنتم عندما تشيرون بأيديكم للرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي تريدونه ما الذي تريدون إيصاله للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تريدون إيصال أنكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وستقفون معه وتقاتلون من قاتله وتنصرونه وأنا أيضا أقف معكم وأنصركم وأنصركم هذا هو المقصود في هذا السياق الدكتور هنا أيضا يقودنا إلى سؤال ونحن الآن متواجدون في جمهورية الشيشان هذه الآيات كيف نترجمها هنا سؤال يطرح نفسه هذا السؤال جيد نحن الآن فضلتكم بيّنتم لنا كيف نبين المعنى للناس من نفهم اللغة العربية من لغاته اللغة العربية الآن كيف نترجم هذه الآيات والله أنا أسأل كثيرا هذا السؤال والذي أميل إليه أن مدامة القرآن ننظر في مسألة الترجمة الآن الترجمة هل هي نقل لللفظ أم نقل للمعنى هي نقل للمعنى هذه رقم واحد هذه معنى الترجمة جميل أنا عندما أترجم باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كيف تترجم مثلا يعني لا تترجمون اللفظ بارك الله يعني تنظرون إلى المعنى وتترجمون وتعبرون عنه بإيش بما يليق من كلمات لائقة تعبر عن هذا المعنى فنحن إذا كانت الترجمة تعبيرا عن المعنى الذي عبر عنه في اللغة العربية بلغة أخرى هذه معنى الترجمة الترجمة تنقل المعنى بلفظ آخر هذا هي الترجمة الآن فالأصل فيما يقال عليه أنه ترجمة القرآن أن تنقل معنى هذه الكلمة مباشرة المعنى مباشرة دون أن نذكر في الترجمة الكلمة نعم يجوزها هذا جائز ما في إشكال أبدا وهذا الذي أنا أميله نقول إن الله سبحانه وتعالى أطلق هذا الكلام وأراد به أن الله سبحانه وتعالى يناصرهم فإذا أردت أن تبين أصل هذا المعنى مثلا في الحواشي أو في التعليقات أو في الشروح تقول إنه عب في اللغة العربية يعبر عنه بهذا لكن هذا يكون في الاستطراضات والتفصيلات هذا إن كان لكن يقتصر على نقل معنى هذه الآية وهو المعنى المقطوع به المجزوم الذي لا يشك على الأقل فيه أي مسلم من المسلمين إنه بحسب هذا السياق الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة يعاونهم ويناصرهم ويؤازرهم الآن هذا القدر أنا أسألهم سؤالا هنا سؤال حقيقي أنت عندما تترجم القرآن للناس ألا تريد بلاغ ما تقطع أنه من القرآن أم تريد ترجمة كل ما تتوهم أنه من القرآن الترجمة لا يجوز أن تكون إلا فيما تقطع أصلا أنا لا أترجم من القرآن إلا ما أقطع أنه من القرآن أما إذا كانت هناك معاني خلافية مثلا الآية مختلف في معناها فالمفروض أني أذكر أنه مختلف في معناها صحيح أو أذكر المعتمد عند أهل السنة الآن لو سألنا المسلمين الذين يترجمون القرآن مريدين هداية البشر أو بيان هذا الدين للبشر لو سألناهم وقلنا لهم ما هو أقل قدر ما هو القدر المتفق عليه من معاني هذه الآية هل القدر المتفق عليه أن لله يدا هي فينا كالعضو فينا هل هذا متفق عليه أبدا 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 المتفق عليه بلا توقف أن الله سبحانه وتعالى أطلق هذا السياق أطلق هذا اللفظ بهذا النظم مريدا مناصرة المسلمين فلماذا لا نقتصر على هذا القدر من المعنى عندما نترجم القرآن مثلا ولنقل بعد ذلك في الهوامش والحواشي هناك تفاصيل من أراد من المتخصصين يرجع لها مثلا أليس هذا هو الأليق بحكمة الترجمة والمقصود من الترجمة أم أننا نقف عند هذه المسائل الإشكالية التي هي إشكالية عندهم أنا لا أعتقد أنها إشكالية كبيرة عند العلماء ونحددها بالتحديد على سبيل الخصوص ثم ننقل إشكالاتنا للناس سؤال آخر أنت عندما تدعو الناس تدعو الناس غير المسلمين للإسلام هذا سؤال خطير جدا هل تدعوهم إلى فهمك أنت للإسلام أم إلى ما هو المعلوم من الدين بالضرورة أو الذي لا خلاف فيه من الإسلام أنت تدعو إلى الثاني المعنى الثاني لا تدعو إلى مذهبك أنت يعني أنت لا يجوز لك أصلا أنك تيجي تحكي كمعتزلي مثلا أو كشيعي أنا أدعو إنسانا غير مسلم أن يتشيع هذا نوع من الجنون أنا أدعو الإنسان غير المسلم أن يسلم يعني يقول بالقدر الضروري من الدين ثم بعد ذلك إذا والله هذا الإنسان كان من أهل البحث والنظر أقول له اعلم أن هناك خلافات في مذاهب والفرق الإسلامية تأنى قليلا تريث على نفسه هذا هو الإسلام القدر الذي دخلت به في الإسلام هذا هو الإسلام هذا هو الذي يبرئ ذمتك لكن إذا أردت أن تصبح مثلا زيديا أو تيميا أو نحو ذلك تأنى قليلا أدرس ثم أنت تحمل عبء نفسك وربق مسؤوليتك والله سبحانه وتعالى أعلم الوقت تودعهمنا فضلت الدكتور طبعا سأطرح سؤالا هذا سؤال يحتاج إلى محاضرات أوحاث ولكن نتأمل منكم اختصارا نحن هذه الأسئلة نريد أن يسمعها الآن عامة الناس فالسؤال كما ذكرته يحتاج إلى محاضرات وكتب أين الله؟ هل هذا السؤال يجوز أن يسأل؟ وإذا سئل على مذهبنا مذهب الأشارة ما هو الجواب؟ فعلا كما تفضلت سؤال دقيق جدا ويحتاج إلى جواب طويل في الحقيقة هذه إحدى إشكاليات الوهابية والتيمية التي أثاروها في الحقيقة جاءوا إلى نص ورد في سياق حادثة معينة جاء في سياق أصل هذا الحديث أن جارية حديث الجارية حديث الجارية الأعجمية هو هذا بالضبط أعجمية لا تتكلم اللغة العربية كيف عرفنا أن الأعجمية أو خرساء حتى في بعض الروايات أنها خرساء يعني لا تستطيع أن تنطق جارية عند واحد عملت عمل لا أريد أن أدخل في التفاصيل يعني القصة معروفة فهذا آذاها ضربها لطمها فأراد أن يكفر عن هذا يزعل أن هذا جاريته فأراد أن يكفر قال أنا أريد أن أعتقها ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا أريد أن أعتقها ولا أعرف أنها مسلمة ولا مش مسلمة وإيش هي فلاحظ كيف السؤال فالآن الروايات اختلفت ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يكتشف لكي يعرف هذه المرأة ما هي بعض الروايات قال أتشهدين أن لا إله إلا الله نفس الحادثة وأني رسول الله قالت نعم قالت أعتقها فهي مسلمة هذه رواية رواية ثانية أشار إلى نفسه وإلى الكعبة وإلى السماء فأشارت أنه هل تعبدين الإشارات هل تعبدين الأغثان التي كانت في الكعبة أو تعبدين الله الذي في السماء بالإشارة الإشارة إلى العلو نحن نشير أنا الآن حتى وأنا تكلم عندما يأتي ذي لفظ الجلالة أشير إلى العلو تلقائيا العلو بالمعنى المطلق وليس العلو الجهوي فهذه المرأة أو بعض الروايات جاءت عبر بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها أين الله قالت في السماء هم الآن هؤلاء مسكوا هذه الرواية أمسكوا بها من دون سائر الروايات مع أننا لو نبشنا في القرآن وعقوا في السنة فإننا لن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل الناس أو يرسل دعاته دعاته للبشر يدعونهم إلى الإسلام يقولون لهم أين الله لا يوجد أي رواية في الروايات مثل هذا الكلام يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وشهادت أن محمد رسول الله هذا هو الذي يدخل الإنسان في الإسلام حتى أن الملك في القبر عندما يريد أن يعرف الإنسان أو يمتحنه لا يقول له أين الله يقول له من ربك وماذا تقول في هذا الذي بعث إليكم يقول ربي الله الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هذا هو الذي يدخله في الإسلام إذن هنا حالة خاصة سواء كانت تعبير بأين الله صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ليس هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو تعبير بعض الرواه كما قال بعض المحدثين السؤال الذي نسأله لهؤلاء أنه لماذا تمسكتم بهذه الرواية على سبيل الخصوص أين الله طيب دون سائر الروايات السؤال الثاني لو قلنا بها ما الذي يجعلكم مطمئنين تماما إلى أن قولها المروي عنها في السماء معناه أنه في جهة من الجهات لماذا لا يقال بأن في السماء في العلو وقد ورد في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني هو معبود في السماء ومعبود في الأرض في السماء يعني في العلو وسمى يسمو سموا يعني على يعلو علوا من أين أن العلو هو الجهة طيب السؤال الذي يتبع ذلك ويسبقه ويطلوه ويصاحبه قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السموات الأرض أين كان ألا يجوز لنا أن نقول إنه لم يزل في السماء بهذا المعنى أن لم يزل عليا السؤال الآخر عندما نقول وهو العلي العظيم الله وصف نفسه بأنه العلي العظيم هل يريد جل شأنه أن يقول إنه في السماء وهو العلي العظيم قبل خلق السماء وبعد خلق السماء وبعد أن يمحو السماوات والأرض كلها هو لم يزل ولن يزال عليا عظيما العلو لله سبحانه وتعالى هو علو ذاتي له جل شأنه الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان وبلا جهة لم يزل موجودا كذلك ولن يزال موجودا كذلك بعض الناس يقولون كيف يكون موجودا وبلا جهة ونحن لا نرى مخلوقا إلا مخلوقا لا نرى موجودا إلا وهو في جهة هذا نوع من المقاياه هذا هو عين التشبيه المساواة بين المخلوق والقاياه هم يعتبرون هذا قمة الحجة وهو في الحقيقة تعبير صريح عن التجسد كأنهم يقولون إذا كان إلها فيجب أن يكون مثلنا في الصفات هذا بالضبط حاصل قولهم نحن نقول لهم إذا كان إلها فيجب أن يكون مخالفا لنا في الصفات وهي المحدودية والجهات ورحو ذلك أصل لفظ الجهة لا يجوز أن يطلق أين الله بكل بساطة إذا أصروا عليه فلماذا لم يحملوه على أنه في السمو وهو المطابق لكثير من الشواهد الشريعة ثم نقول لهم هذا اللفظ ليس شائعا في الشريعة من باب امتحان الناس ولا من باب دعوة دعوة المسلمين ولا غير المسلمين للإسلام لأنه حالة خاصة والحالة الخاصة فلننظر في مخصصاتها فلننظر في حالتها ولا تعمم على جميع الناس الحالة العامة هي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله بربك أنا أريد أن أضيف هنا بس نقطة واحدة فلنحتكم إلى مشاعرنا الصادقة ومعلوماتنا الخالصة نقول لواحد نحن نقول أنه عندما نريد أن ندعو إنسانا إلى الإسلام نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هم يقولون نسأله أين الله يعني شوف كيف هذة قمة التعنت نحن نقول لهم ارجعوا إلى الشريعة ارجعوا إلى النصوص ارجعوا إلى عقولكم ارجعوا إلى ما تقولون إنكم تقولون به من الكتاب والسنة ارجعوا إلى هذا هل ترون أن هذا هو الشائع في الشريعة أم أنكم تتمسكون بالمتشابهات وتقدمونها على المحكمات هذا التمسك بالمتشابهات وتقديمها على المحكمات العامات الراسخات التي لا يختلف أحد ولا نختلف أنتم ولا نحن أصلا فيها في سلامة هذه العبارة وهي الشهادتين لا نختلف لماذا تصرون على أن تتمسكوا بما هو مختلف فيه أليس هذا هو مناقضة للمنهج القرآني ليس فقط المنهج القرآني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وهو التمسك بالمحكم في مقابل المتشابه أن نرجع المتشابهة إلى المحكم ولا نرجع المحكم إلى المتشابه أنتم ما الذي تفعلونه الآن ترجعون المحكم إلى المتشابه أم ترجعون المتشابه إلى المحكم أنتم ترجعون وتقدمون المحكمة عفوا المتشابه على المحكم في الحقيقة المتشابه هو لفظ أين الله؟ اختلف الناس فيه لكن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هذا ليس مختلفا فيه هو محكم أنتم تريدون أن تمتحنوا الناس في المتشابه لا في المحكم نحن نقول لكم ارجعوا إلى ما يأمركم به الإسلام ادعوا الناس بالمحكم لا بالمتشابه اتركوا امتحان الناس بالمتشابه لا بالمحكم امتحنوهم إن أردتم أن تمتحنوهم بالمحكم لا بالمتشابه ودعوهم بعد ذلك ينظرون في مآلات مذهبكم والله سبحانه وتعالى أعلم جزاكم الله خيرا والله لقاء ماتع ومفيد جدا والأسئلة والله فضيلة الدكتور الأسئلة لفضيلتكم كثيرة جدا والاستفسارات والتساؤلات وخاصة في هذه الأوقات وأنتم تعلمون الشبهة التي تثار والتي أصبحت تطرح على مسامع العامة فالأسئلة كثيرة ولكن لا نريد أن نطيل عليكم إن شاء الله يكون هناك مجال آخر وثالث ورابع ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدوا النظر ونعيد النظر نحن أصلا عندما نقول لهم يا أستاذ الكريم أن تعالوا ونتحاور نطلب منهم أن يساعدون على إعادة النظر في مذهبهم أيضا نحن نطلب منهم أن نتعاون معهم في فهم الإسلام أكثر فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا مجال أكثر ومجالات لهذه الأسئلة المباركة إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى وإن شاء الله تزررون الشيشان مرات عديدة لكم هنا طلاب ومحبون ومتابعون وفي نهاية اللقاء نشكركم أيها السادة المشاهدون ونرجو الله تعالى أن يكون في هذا اللقاء الخير والنفع وتصويب المفاهيم وجزاه الله خيرا فضيلة الدكتور وإلى لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر